موسيقى على المستوى السنائي وبالوفد المرافق لكم هذه الزيارة التي تأتي وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما خلال الفترة المقبلة واستثمار كافة الفرص الممكنة لبلوغ أفاق أرحب من التعاون السيدات والسادة إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس كاريس أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكسيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات السنائية بين بلدين الصديقين فضلا عن رغباتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس على استحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السنيين لاستشراف فرص التعاون لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية أسوى بالتعاون المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة كان هناك توفق أيضا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الإحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفع اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة ومنها التدريب الفني والزكاء الاصطناعي والأمن السبراني وطرقنا كذلك لسبل تهزيز التعاون السلاسي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين وقد رحبتوا من جانبي باستمرار دعم إستونيا الصديقة للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي السيدات والسادة كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تناولتها مع فخامتي ذلك أن مصر تعتبرها سلب قضايا المنطقة حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة لوقف التسعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في قطاع غزة ولبنان واتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية ليشمل اليمن وسوريا وأكدت أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وهمية إقامة دولة فلسطينية زاد سيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما تترقنا خلال المباحثات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر والأزمة الروسية الأوكرانية وملف الأمن الغزائي وأمن الطاقة حيث توفقنا على أهمية تكسيف الجهود الدولية للتعامل مع تلك الأزمات ودورية التوصل لحلول سلمية بشأن استرعات القائمة وترسيخ السلام والاستقرار ختاما وأعرف مجددا عن سعادتي باستقبالكم فخامة رئيس كاريس كما أجدد الإعراب عن تتضلعي لتدعيم أواصل التعاون بين البلدين واستمرار تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية واسمحولي أن أنا أدوى فخامة الرئيس الآن لإلقاء كلمتي فلا تفضل فخامة الرئيس السيسي أعضاء الصحفة يسعدني أن أتواجد هنا في القاهرة للقيام بأول زيارة على مستوى سنائي من جانب رئيس ستوني في خلال ثلاثة عقود من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر أحد أهدف الأهداف الرئيسية لزيارتي هو تعزيز علاقتنا وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين معي وفد من قادة الأعمال في أستونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة وكذلك التكنولوجيا والتعديل والهندسة أستونيا مهتمة بالتوسع في التعاون في مجال الخدمات الرقامية والأمن السيبراني الخدمات التي نتمتع فيها بخبرة متميزة كما نرى فرص جيدة للتعاون في مجال الطاقة والدفاع ونحن حرصونا على بناء علاقات تعليمية بين جامعتنا المثلة الموجودة بين أقدم الجامعات في أستونيا والجامعات في القاهرة تمناقشتنا اليوم شملت الأمور الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط بالنسبة لي مع انهيار النظام الدولي فهذا يؤثر على الجامعة وتؤمن أستونيا بأن مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح من أجل أن يمثل بشكل أفضل كل الأقاليم والمناطق بالطبع نحن تأثرنا بالهجوم الروسي على أوكرانيا وهي قضية حساسة والسلام يمكن أن يؤثر على السلامة ونزاهة الأراضي السلامة الإقليمية لإسلونيا وكذا فإننا مع أوكرانيا ندعو إلى المجتمع الدولي ومصر للانضمام إلينا في هذه الجهود نحن نشجع جهود مصر من أجل التوصل إلى سياقة سلمية في أزمة أوكرانية الرؤوسية وكذلك فأننا كذلك نثمن جهود مصر من أجل السلام في الشرق الأوسط السرعات المستمرة تمثل شواغل كثيرا بالنسبة لنا وخاصة أنها تؤثر على حياة أشعوب سونيا تقدر كذلك دور مصر كوسيط وصانع السلام في المنطقة وندعو حل الدولتين لأنه الحل الوحيد للسلام الدائم مع كذلك ضمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين بالنسبة لأسرع فأننا يجب أن نعمل على دخول المزيد من المساعدات وندعم الأمم المتحدة في أعمالها المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وكان هناك منشدة من أسنونيا في 2024 لدعم بعثات الأمم المتحدة واليونسيف وبرنامج القداء العالمي وقد قدمنا المساعدات لمبادرة الحبوب لتوفير الحبوب للدول التي تحتاج إليها إستونيا تسمن دور مصر كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي والناتو وهذه الشراكة مع مصر هي أساس جيد للتعاون في مجال التجارة والأمن والاستقرار في المنطقة على المستوى الثقافي أنني أتطلع إلى زيارة المتحف الكبير في مصر ومسطنية هي وجهة رئيسية للمسافرين والسياحة المصريين وكذلك استكشاف الموارد في البحر الأحمر نحن نقدر النيل الجميل وكذلك الثقافة أنني أود أن أشكر الرئيس السيسي وشعب مصر على حرارة الاستقبال هذه الزيارة أثبتت الأفاق الكبيرة والمقاومات الكبيرة لتعاون ومن أجل الاستقرار والأمن في المنطقة كذلك فإن مناقشتنا تعمل على تعطيد التعاون ومستقبل أكثر تعاون بين مصر وأستونيا شكرا